أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن المفاوضات بين إسرائيل وحماس تواجه أربع عقبات رئيسة تحول دون التوصل إلى اتفاق هدنة وأوضحت أن أولى هذه العقبات تتمثل في ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وأن الثانية تشمل مطالبة نتانياهو بعدم عودة المسلحين إلى شمالي قطاع غزة بلومبرغ قالت أن العقبة الثالثة تتعلق برغبة نتانياهو في بقاء القوات الإسرائيلية عند معبر رفح وأضافت أن العقبة الرابعة المثيرة للخلاف هي رغبة نتانياهو بأن لا يكون وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى ألا يكون ذلك أمرا ملزما لإسرائيل حكومة نتانياهو مستمرة في دفعها للإسرائيليين باتجاه اليمين أكثر وصوب معارضة حل الدولتين الكنيسة الإسرائيلي تبنى بأغلبية كبيرة قرارا بإقامة دولة فلسطينية باعتبارها تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل رغم الدعوات الدولية لإحياء جهود الحل بموافقة أغلبية واسعة من أعضاء الكنيسة الإسرائيلي في الائتلاف الحكومي وأيضا في المعارضة صادقت الهيئة العامة للكنيسة بإقرار مبدئي لقانون يعارض إقامة دولة فلسطينية ويمنع تنفيذ حل الدولتين بالدعاء أن إقامة أي دولة فلسطينية يشكل خطرا وجوديا على إسرائيل وجاء القرار المبدئي بوقت حساس فمن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع القادم ليقدم خطابا أمام الكونغرس الأمريكي قد يزعج هذا التوجه اليميني الولايات المتحدة المؤيدة لحل الدولتين والدول الأوروبية التي اعترفت بأحقية الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة تقوم إسرائيل منذ سنوات طويلة بإنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ما يجعل تطبيق حل الدولتين أمرا مستحيلا وكان وزير المالية بيتسل إيل سموتريتش قد وعد ببناء مستوطنة جديدة مقابل كل اعتراف دولي جديد بدولة فلسطينية مرة أخرى ووقوفا ونقاشا لهذه الوقفة الخبرية أرحب بضيفي من القاهرة الباحث العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير ينضم إليك ذلك من القدس المحل السياسي شلومو جنور أبدأ معك سيد شلومو هل بقي من لا ينتقد رئيس الحكومة نتنياهو بسبب طريقة تعامله مع المفاوضات الجارية الشارع الإسرائيلي ينتقده المعارضة الإسرائيلية تنتقده أحزاب أخرى تنتقد نتنياهو والكثيرون في المجتمع الدولي ينتقدونه بسبب طريقة تعامله بالمراوغة والمناورة ألا تتفق مع هذا الانتقاد ماذا؟ نعم الانتقاد جامع هو ولكن صاحب القرار في الحكومة الإسرائيلية في النظام الديمقراطي الإسرائيلي هو رئيس الحكومة الإسرائيلية أي نتنياهو ولذلك أي صفقة قد يتم التوصل إليها يجب تمريرها أولاً بموافقته ثم عرضها على المجلس الوزاري المصغر ومن ثم على المجلس الحكومة بالكامل الهيئة لا شك أن نتنياهو يتمتع بأغلبية في أي إطار قد يعرض هذا الاتفاق ولكن هناك أيضاً اتجاه أخر ربما نتنياهو هذا هو السؤال الكبير هل نتنياهو يريد المراوغة ويريد المماطلة من أجل شؤون داخلية أي عدم فقدان الاتلاف المتشدد اليميني لحكومته وأستوات الحكومة أم يريد تحقيق الإنجازات أجبنا سيد شلومو أنت محلل سياسي وقريب أجبنا على هذا السؤال الذي تطرحه أنت أعتقد أن أيضاً الآخرين يكونون بأن نتنياهو عشية توجهه إلى واشنطن وليكراي في يوم الاثنين القرادم مع الرئيس بايدن وأيضاً خطابه أمام الكونغرس يوم الأربعاء يريد نتنياهو تحقيق بعض الإنجازات يريد الوصول إلى واشنطن وأيضاً كسب التأييد الحزبين الدموكرافي والجمهوري في آن واحد وأيضاً إدارة الرئيس بايدن وتعاطف الرئيس المرشح لذلك يسعى خلال الأيام القرية للقادمة إلى الاستفادة في تحسين المواقع والمواقف الإسرائيلية وتحقيق المكاسب عن قريب زيادة الضغوط الإسرائيلية العسكرية على حباس زيادة المطالب أو طرح الحلول الفنية رغم أنك سيد شلوما لم تجبني على السؤال وواضح أنك لا تريد الإجابة ولن أضغط عليك بهذا الاتجاه ومرر السؤال لا أعرف سوى نتنياهو وحده مش معقول يعني مش معقول ما أحدش يعرف شو اللي براس نتنياهو غير نتنياهو وحده وعلى العموم دكتور أيمن سمير الآن القاهرة عندما تصل إلى مرحلة بأنها تتلقى الإعلان على لسان الرئيس بايدن كنت سوف أقول ترمب على لسان الرئيس بايدن ونسخة جديدة من هذا الإعلان تجلس القاهرة مع المفاوضين الإسرائيليين يحصل التضارب بين المفاوضين ونتنياهو ماذا بقي للقاهرة من أوراق لعب هنا؟ أنا في رأيي القاهرة ومعها أيضا الشقيقة قطر بيعملان بكل قوة من أجل الوصول إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لكن في الواقع لا توجد أي إرادة سياسية لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي ولا لدى الحكومة الإسرائيلية على الإطلاق للتوصل والاتفاق استراتيجية نتنياهو تقوم على شراء الوقت يوم الاثنين القادم سوف يذهب للبيت الأبيض سواء يلتقى الرئيس بايدن أو نائبته كامالة هارس يوم هو عينه على يوم 24 يوليو القاري لأنه سوف يلقي خطابه الرابع أمام مجلسي النواب والشيوخ في أمريكا وبالتالي يصبح نتنياهو أكثر من وينستون تشيرشيل وينستون تشيرشيل ألقى ثلاثة خطابات فقط وأصر نتنياهو أن يلقي هذا الخطاب حتى يكون له صبغة تاريخية أو إنجاز تاريخي أو ما إلا ذلك هذا ما يبحث عنه نتنياهو نتنياهو لا يفكر لا في الهدنة ولا في السلام ولا في إقامة السلام مع الجيران ولا مع أي شيء عندما يقوم الكنيست الإسرائيلي بإصدار مثل هذا القرار بعدم الاعتراب بدولة فلسطينية ونصح كل الحكومات الإسرائيلية القادمة بعدم قبول دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصماتها القدس الشرقية أنا في رأيي هذا قتل لعملية السلام وضرب للقرارات الدولية 242 و338 وما إلى ذلك مع أنه أنا نفسي أعرف كيف يعرف الدكتور أيمن سمير ما الذي يحصل بعقل لتنياهو وما يجري في باله طب سيد شتومو أسألك سؤال هنا جيل مورسيانو المدير التنفيذي لمركز أبحاث المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية يقول النجاحات العسكرية لا تحقق شيئا في النهاية يجب منع حصول فراغ سياسي في قطاع غزة لأن هذا الفراغ سوف يتم لقوع عسكريا من جديد طب لماذا لا يطرح نتنياهو أفكارا لليوم التالي للحرب أعتقد بأن المنورة والمواقف المتشددة التي تبدو حاليا بالنسبة لمصير معبر رفح وفيلدلف وأيضا عبور العناصر المسلحة لحماس من جنوبين قطاع غزة إلى الشمال وأيضا موضوع الكوات الدولية أو أي كوة تتسلم زمام الأمور لفترة انتقالية ليس السلطة الفلسطينية هي في صلب هذا الموضوع الذي ليس له حتى هذه الساعة موافقة دولية أو موافقة قد تجمع الجميع نأخذ مثلا السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية طرح عليها أن تأخذ زمام الأمور بشكلها الحالي ليس بشكلها المعدل كما تصب إليه السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية وسائر الدول الأوروبية وأيضا دول عربية معينة بل تنفض أن تتسلم الإدارة والإشراف على معبر رفح بصورة غير رسمية حتى هذا التنازل الإسرائيلي السلطة الفلسطينية الحالية أليس من حق السلطة الفلسطينية أن تدير بشكل رسمي معبر رفح وتقول أن هذا تنازل إسرائيلي السلطة الفلسطينية تردت من قطاع غزة كليا السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي هي هيئة غير مرغوب فيها من كبل سبحان السؤال الأخير واضح سيد شلوم سيد دكتور أيمن بسؤال الأخير هل القاهرة تلقت أي شيء بخصوص أي عرض إسرائيلي متعلق بوجود فلسطيني غير رسمي مثلا عند المعبر أكسيوس تحدثت عن اجتماع أمريكي إسرائيلي فلسطيني رفيع المستوى بشكل سري صحيح يعني القاهرة لا تتلقى مثل هذه الأمور ولا تتعامل معها ولا تؤيدها على الإطلاق في الأسبوع الماضي بعض وإحدى وكلات الأنباء نشرت أن مصر تشارك في مثل هذه الاجتماعات مصدر مصري خرج ونفى كل هذه التفاصيل موقف مصر واضح جدا أولا هو عدم قبول أي قوات لدولية أو أوروبية أو أمريكية أو ما إلى ذلك تأتي لقطاع غزة لأن هذا سوف يخلق مشكلة جديدة وسوف ينظر إليها باعتبارها قوة احتلال جديدة بدلا من إسرائيل النقطة الوحيدة هو أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم بأنفسهم الآن لدينا سلطة وطنية فلسطينية إذا كانت هذه السلطة الوطنية الفلسطينية تحتاج دعم يجب على الجميع دعمها سواء من الولايات المتحدة الأمريكية من الأمم المتحدة بالتديب بالمال بغيرها الذي أضعف السلطة الوطنية الفلسطينية هي إسرائيل الذي أضعف السلطة الوطنية الفلسطينية هو لتنياهو وبالتالي إسرائيل تجني السمار المرة التي زرعتها بأيديها أنا في رأيه في رأي مصر وفي رأي غالبية الشعب الفلسطيني أن عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة وإلى معبر رفح هو المخرج الحقيقي والمقبول للجميع لن تكون إسرائيل موجودة ولا تكون حماس موجودة إذن كان معي من القاهرة الباحث في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير كذلك من القدس كان معنا المحلل السياسي شلومو جانور